السلام عليكم ورحمة الله نستكمل حديثنا ان شاء الله رب العالمين كان في اشكالية بالفيديو السابق فنحاول نوضح نقطين في موضوع Genomic DNA Libraries وهو Complimentary DNA Library موضوع Genomic DNA Libraries يعني كأنه انت بتتعمل لجينز موجودة عندك المعروفة في الجينوم وهذه الجينز عايز تعملها نوع من في داخل على سبيل المثال على فايش اللي بحصل عندنا في هذا الموضوع اللي بصير عندنا انه بيعمل الـ Digestion للجينوم تمام؟ فهذا الـ Digestion بيعمل فريقمنتيشن للجينوم تمام؟ بعد ما يعمل فريقمنتيشن للجينوم هيكون عندك طبعا مليون أو فيسس لهذا الجينز القطع الموجود عندنا في الجينوم بعد ما يحصل عندنا برضو نفس القضية الـ Enzyme الـ Enzyme اللي احنا عملنا فيه Cut للجينوم برضو بروح بنقطع فيه Cut اللي هو الـ Vector أوكي؟ وبنعمل عملية اللي هو زي ما احنا شايفين عندنا بالصورة عملية صارت عندنا من خلال الموجود عندنا هنا عندنا عملية وبعدك صار عملية في الـ Vector تمام؟ وصار عملية الترانسفورميشن فمعناة وصار فيه عندنا ايش؟ وجود Vector في داخل البكتيريا بالوضع اللي احنا حكينا عنه سابقا الآن ايش اللي بحصل عندنا؟ انه هذا الـ DNA اللي احنا الآن نحن نبحث عنه مثلا إذا نبحث عن فاكتور 8 نبحث عن بعض البروتين سايتوكاين جين ومعناة ايش اللي بصير؟ ايش اللي بصير؟ بتروح انت بيحصل انه بتعمل عملية اللي هو وجود بروب بروب هادي لمين؟ لهذا الفاكتور وبكون عندي هادي البروب عبارة عن كومبليمنتري لمين؟ لا الـ DNA ذات يو ارلوكينج فور فايش اللي بصير عندي من خلال الصورة او الشكل هنحاول نوضح بشكل اوضح اذا بتطلع عندي هنا الان البكتيريا اللي احنا طبعا عملنا عملية اللي هو ترانسفورميشن تدخلها هادي البكتيريا موجودة عندي على ديش عبارة عن كلونز اوكي؟ ويوجد عندي انا هنا اللي هو قد الكلونز موجودة على البتر ديش طبعا اكيد موجود عن موضوع فكرة الاكسجال وهلما جرى هادي الامور واضحة بعد ما نعمل عملية الجروس بروح بنضيف فلتر بيبر هادي الفلتر بيبر بتعمل وكأنك بتعمل عملية بلوت لموضوع مين؟ لموضوع اللي هو البكتيريا البكتيريا بشكل عام الموجودة عندي على البلاتز بعضيك ايش بيحصل عندنا؟ بيصير في عندنا هنا البلوتينج وكأنه بنعملها نامبرينج نامبر وان دو تري فور فايف سكس فبيحصل عملية للبكتيريا يعني بتعرض اللي هو هذا البكتيريا الموجودة فيها داخل الفلتر بتعرضه لعملية وبعد هيك بيحصل عندنا كالتالي عملية وكذلك عملية وعملية عملية عملية من خلال الالكالين بتروح انت بتضيف اللي هو ايش اه بعد ما يحصل لهادا بتضيف اللي هو راديو بروب تمام ومتضيفه على هذا المجموع من هذه بكتيريا فبتلاحظ انه والله صار في عندي نوع من بعد هيك بايندينج وبنعمل عملية ايش اللي هو نوع من الديفلوبمنت لهذه الراديو اكتيف ماتيريال وبعد ما نعمل عملية الديفلوبمنت بنحدد والله انه هذي يوجد فيها بتاعنا اللي هو الجين اللي وهلوم ما جرى لأدر جين ذات في هذا الموضوع هيك احنا بنكون حصلنا انه هو الجين الموجود عندنا وطبعا انت في الحالة هذي بترجع تاني على ايش بترجع تاني على البكتيريا اللي عندك عارف الان النبر بتاع البكتيريا which clone of these bacteria have the اللي هو اللي هو اللي هو اللي بيحتوي على مين على الانسرت بتاعنا الان بيحصن انه هاد جروت بكتيريا بنخل معنا جروت وبنعملها نعمل وبعد هيك بنعملها ايش استوك بنحط عليها جليسرول وبنعملها عملية ستيب باي ستيب على مينس 20 وبعد فترة بنعملها على مينس 80 بتضلها معنا forever بشكل او باخر هادي فكرة ايش اللي هو الجينوم في عنا اللي هو فكرة اخرى لي اوكي الان اللي هي هاد الفكرة اللي انت عايز توصل فيها انه يكون عندك من خلال بكتيريا تحتوي على وال فيها ايش فيها دي ان اي كمبليمنتر دي ان اي تمام كمبليمنتر ايش دي ان اي معنى انت لو تفكر موضوع البزنس هنا ويكونوا عنده جاهزين في بكتيريا وموجود عنده لكل متطلبات اللي انت بدك اياهم سوى كان في عملية او في عملية انت عايز اه مسلا عايز فاكتور ايت مسلا للانتي اه هيموفيليا تمام اشياء كتيرة عايز سيرفيس انتجين للهيباتايتس عشان تعمل منه فكسين عايز اه توكسويد تطلع عندك توكسويد لعملية اللي هي الشركات بتستخدمها ازا في الحالة هادي انت ايش عايز عايز تعمل الانسيرشن لمين الكمبليمنتر دي ان اي في داخل الفيكتور وهذا الكمبليمنتر دي ان اي طبعا اكيد مدام دخلنا على هيعمل عملية من ناحية اللي هو يعمل ويعمل بمفهوم اللي احنا تحددنا طبعا هنا عندنا تفاصيل شوية طويلة هادي التفاصيل اه عفوان هذه الصورة بس توضيح اه عارفين هادي الشاين اللي موجودة عندي في الفرموتر حلي Не ان ايه طبعا بنوحط له من وين هذا الكنام تحددت عنه السابقا انه انت في عندك ر اين ايه مسينجر ر اين ايه وبكون في الحالة هذه عبارة عن ما تشور مسنجر surrender معناه في الش عندي Cherry عمدي Exxon معناه عمدي يعاني بولي يجب في عندي بولي يجب وجود عندي بولي يجب أساعة معناته انا هيكون في عندي مجال اني قاضيف اللي هو عبارة عن بيتس فيهم بولي تي ويحصل عملية الرب ما بين البولي ايه وما بين ايه وما بين البولي تي تمام وهذا اللي بحصل عملية الاكستراكشن الرن اي تمام وبنقدر نعمل عملية الاخذ لهذا الرن اي انجنرال تمام ممكن انت في الحالة هذه تضيف سبيسيفيك سيكونس او سبيسيفيك برايمارز عساس تاخد اللي هو يور انتريستد الرن اي لانه احنا بحكي على مسنجر الرن اي في عندي الوط ومسنجر الرن اي تمام بشكل او باخر تمام فانت ممكن اللي هو تاخد المسنجر الرن اي الماتشور طبعا من خلال سيرتن برايمارز معروفة انه هادي للتارجت ار ان اي دات يو ار انتريستد او ان او تحب مثلا سيرتن راندوم برايمارز يكونوا برضو فيهم سبيسيفيسيتي للتارجت بتاعي فبعد هيك بتعمل عملية اللي هو ايش بي سي ار اا من خلال ريفيرس ترانسكريبتيز هنزاي هيحول لي طبعا يبني لي ايش الكومبليمنتري دي اي سينجل ستراند وبعد هيك بتعمل عملية اللي هو البي سي ار بحيث انه يطلع عندك في الاخر كومبليمنتري دي اي لا مسنجر الرن اي اريدي ماتشور بشكل او باخر هذه الفكرة طبعا الموجودة عندنا في هذا الرايتنج بشكل او باخر في موضوع ايش موضوع انه كيف نحصل على رن اي مسنجر رن اي وكيف بعد ايك نحصل على كومبليمنتري دي اي اي ونكتر من هذا الكومبليمنتري دي اي اي بشكل او باخر تمام هنا طبعا اي بيحصل عندنا انه في بعض احيان بيحصل لو كان في عندي نوع من اي انه الار ان اي كمام ممكن نعالجه بحيث انه نعمل عملية برضو لايسز انه نضيف ار ان ايز عساسية ايش ادمر لي الار ان اي اللي كانت موجودة اصلا بيضل عندي سنجل ستراند او آآ كومبليمنتري دي اي بشكل او باخر بعض احيان بصير انه الار ان اي اللي تشكل عندنا او الدي ان اي ممكن يعملي زي آآ هير بين لوب يعني زي شكل دائري وممكن يحصل لو عملية برضو بشكل او باخر من خلال الانزيم نفسه هو اللي يعمل عملية لهادي الاريا الموجودة عندنا تمام او احنا بنستخدم آآ نيوكليز انزيم عشان يعملي كط لهدي الهير بين لوب او نستخدم الار ان ايز اتش كمان بحيث انه يعمل تدمير لمن لا الار ان اي الموجود عندنا بشكل عام هذا بس آآ يعني الان اتطلع عليها من باب المعرفة وتأكيد المعلومة في موضوع الار ان ايز طبعا اليوز بتاعت اوكي يعني تحددنا عنه بشكل عام اوكي انه 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 محتاج انه انت عايز في الاخر تحصل على ايش على بروتين طبعا هو دا اللي بيحصل من خلال الشركات بتحاول تبني البروتينات انت وبصير عملية اللي هو التوزيع لا اللي هو المستخدمين بشكل او باخر مسلا عندنا عندنا آآ تمام هذا كله ممكن يحصل عندنا موجود بشكل عام في هذا الموضوع. اوكي ممكن احنا عايزين آآ للتيرابي. اوكي عايزين نجد نلاقي عندنا مسلا آآ نعمل تيرابي معين بمعنى انه احنا هذا الموجود عندي انا ممكن انا اعمل في نوع من آآ بحيط انه اعمل عملية آآ ترانسجين مايس يعني اذا اقول له انا آآ بحصل عندنا بعض احيان انه انا عايز اعمل كوريكشن لسيرتين جين في طفرة معينة فانت بدك تعمل عملية ايش? تعديل لهذا الجين. تعديل لهذا الجين من خلال ادخال فيكتور. والفيكتور فيه ايش? يعني سليم مية المية. معناته الجين بكون في هذا الموضوع. وبعد هيك هذا الجين ممكن يشتغل وصير مية المية. في موضوع اللي هو ايش? جين. آآ عفوا ان يكون عندنا انه فيه هناك حصار كوريكشن للجين المتعارف عليه اللي كان عبارة عن نون فانكشن. او ممكن انت عكس ذلك تروح تعمل اضيف مثلا جين في ديفكت. بشكل او ضيء اخر. مثلا انت بتعمل ديزاين ان يكون عندك ار انا اي موجود او بس ار انا اي لجين انت عارف انه هذا الجين مضروب. تمام? فيه طفرة مثلا في الكودونز بتاعته. انت تروح تعمل له كومبلان دي اناي. دي اناي هذا ما له يحصل انه تعمل له برضو بمعنى انه في الحال هذه انت عايز تعمل نوك اوت انه انت اضفت جين في ديفكت على ايش? من خلال عملية كروسينج اوبر ممكن يحصل من ادخال البيكتور على هذا الزايغوت اللي فيه هذا الدي اناي اللي فيه ديفكت تمام? ممكن يحصل عملية كومبينيشن ويحصل عنا عملية اللي هو وجود اللي هو امبيريو. الامبيريو هذا في الجين that you are interested in is the fact. او صار فيه نوك اوت. في الحال هاي انت ممكن تحصل نوك اوت ماوس او تحاول تحصل ترانزينيك ماوس بشكل عام. اه طبعا ممكن انت الكملمنتر دي ايه? انه نستخدم مثلا ان انا عايز اصنع بروتين معين. تمام? والله انا عايز بروتين لان البروتين هاد انا عايز استخدمه في تكنيكس اخر زي اه بلوت زي يعني انا عايز اتأكد انه والله هذا البروتين موجود احاول ادخله في انيمل واخد منه والانتي بادي هذا ايش ماله اروح اضيفه في اسمه انه احنا نقدر نبحث على هذا البروتين اللي احنا بحكي عنه في ادر اه بشكل او باخر بهيك احنا بنكون اه يعني وضحنا فكرة اللي هو او اللي هو او طبعا برضو اذا انت عندك الان وعندك اللي هو معناته يوجد عندي في داخل البكتيريا بعمل البكتيريا معناته في عندي اكتير يحصل عنا نوع من وكأنه احنا بنعمل عنا هذه اللي براتي ممكن نستخدمها في اي وقت بحيث انه نعمل عملية للبكتيريا ونقدر نحصل اللي هو من البروتين بعد ذلك هذا البروتين يعني يحصل عنا وجود بيروفيكيشن الى هذا البروتين او المحضرة الجاية ان شاء الله هنتحدث فيها على اللي هو السيكوانسينج ان شاء الله رب العالمين اشتركوا في القناة